انا زعلان كتير زعلان كتير على بلدي وعلى اللي بصير في غزة واللي بيحصل في غزة وانا بتمنى من الدول العربية كاملة انها تتحد مع فلسطين فلسطين بش بس ارض فلسطين كشعب ارضه الام العربية كاملة انا بتمنى من كل الناس انها توقف جنب بعض وتتحد يعني زي الاردن زي سوريا زي المغرب زي العراق زي مصر تفتح ابوابها دول مجاورة تفتح ابوابها للناس اللي بتطلع تساعد اخوانا في غزة بفلسطين ليش ما تفتحولهم بالابواب قاعدين انا هديك اليوم بتفرج على التلفزيون بالاردن الناس تطلع مظاهرات عشان تنزل تنصر اخوانا في غزة قاعدين بيعتقلوها ليش تعتقلو الناس الشرطة قاعدة شفت انا بتضرب ناس في الاردن في مصر كذلك ليش اهل الجولان انا شفت اهل الجولان قبل هيك قطعوا كانوا يقولوا لهم الارود والارود ممنوعوا قطعوا وخشوا وانا بتمنى من جميع الدول المجاورة انها تفتح ابوابها لأهل غزة وتوقف مع اهلنا في غزة الناس قاعدة بتضيع الناس بتموت ايدوهم سعدوهم هاي الارد بيش ارضنا لحانا ارض الدول العربية كاملة ارض المسلمين جميعا الرسول عليه الصلاة والسلام وص فيها يا اخوان انا بتمنى من الناس انها توقف مع اهل فلسطين تطلع صوتها خلي الصوت يوصل احنا عارفين انه في ناس بش بايدها انه تطلع انها تدخل انها تساوي انها تساعد اطلعوا انصروا اخوانكو بكلمة اشهدوا ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ان كتبكوا في جنب اخوتكوا بفلسطين امانت الله على كل الشعوب العربية كاملة انها توقف جنب فلسطين شعبا وقلبا من دولة المغرب واشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته جنب الشعب الفلسطيني فليس من اليوم من زمان انه واقف جنب الشعب الفلسطيني وانا بتمنى من مصر من السيدة الرئيس عبدالفتاح السيشي ومن الاردن الملك عبدالله التاني من الحسين انه يفتح لابواب للناس اللي بتناضل وبدها تساعد اخوانها بفلسطين ساعدوا اخوانكم بفلسطين يا اخوان الكل اللي هب هب عربية يا اخوان هب وهم عربية كاملة اوقفوا جنب أخوتكم بفلسطين الناس قاعدة بتموت الناس قاعدة بتروح وما في حدا منها يعني بدنا الصوت يوصل اكتر من هيك اكتر من هيك بدنا امة محمد كلها تخرج وتقول لبيك يا اقصى لبيك يا اقصى لبيك يا اقصى اشتركوا في القناة